موسيقى انتظروا بلبنان صيفية غير شكل مع مهرجانات بكل المناطق اللبنانية وإن شاء الله دايما نقول ما ننصاب بالعين وتمرق على خير نحن وإياكم رح نروح مباشرة لأتصالاتكم المباشرة مع مايا ولادي بالدني صباح الخير مايا صباح نور جزاف يعطيك ألف عافية يعطيك العافية طبعا أنا رح ببلش معك سؤال بعدية يلا فعندك سؤال مثل العادة مش معوجة زاف ما يكون عنده سؤال في اتصال صباح الخير ماري ماري من الحدثة أهلا وسهلا صباح الخير ماري بدي أسأل دكتور مايا زابتري ماري بدي أسألين بدي أخبر خبرية هيك مهضومة قبل أنه جزاف كان استاذي منشي عشرين سنة وكان يعنفنا يدي ضد العنف ضد الطلاب بس هي مداخلة العشرين سنة حافرة �لبي جزاف كان عن نفكون لأ شو اسملك؟ شو اسمي؟ اسمي ماري من الحدث كنت عن نفكون اكيد غلطان اكيد مش جذائب انا كنت بعدني بالجامعة مش معقولة عني في طلاب اكيد كنت بعدني بالجامعة مش معقول كنت عنفكن يعني كنت بفهم الطالب اكتر لو كان يميز كان يميز طلاب عن بعضهم اه حرق بقلمك الان هاي دي ما كنت شاطرة يا ماري ما يكون في حدا وراي يا رشيك ما يكون في حدا وراي يا رشيك اه ماري تفضلي انا بس بدي اسأل بدأ أسأل بليز عن الوليد إذا راح مولد على اليونبارك عمره 29 سنين وهرب قلبه مثلا ببطو أو بشي هدا شي صحي أو لا أو عم بيلعبوا بشامبر ونوار ومننقذ بعدنا وهيدا إذا شي هيدا صحي ولا لا وسألتني إذا بتريدي أينت فينا نخبر الولد أنه متبنى أو أي طريقة مناسبة جدا حتى لا فينا نسأل نوصله الخبرية بطريقة هيكية ما بعرف مثلا أول سؤال يعني عم تسألين إذا هيدا شي صحي هلا إجمالا تعريض الولاد لصدمات مفاجئة ما إنه شي صحي وسليم يعني هيدا شي ما تار عليه دراسات تقدر جاوبك أنا شو بيصير إذا نقذ الولد بشكل فجائي ما في دراسات بتفرجي شو بيصير بلذا بدأ أحكي طبيا أكيد في كتير دراسات طبيا وفي كتير مراجعة طبية بتحكي عن مثاوي إنه نحن نعرض الولد لشوك فجأة أو لنقذة وأول شي المسابق بيكون على السعيد الجسدي لأنه نعرف إنه الولد بيعمل كاكي كاردي كتير قوية والشخص الراشد يعني مش بس الولد اللي هي طرقات قلب سريعة بتتسارع نباطات القلب أو طرقات القلب يلي هي إنه ممكن إذا كتير الشوك كان قوي يعني مثلاً باللونة بارك يعني كان بيلعبة شوي مرتفعة أو سريعة كتير كتير أكتر من الزوم أو كذا إذا كتير الشوك كان قوي لقلو ممكن هالشي يعمل له نوع من الفوبي اللي بتكون مكتسبة يعني خوف مكتسب من هالنوع من الألعاب لأنه أول خبرة اختبرتها مع هالنوع من الألعاب كانت خبرة أنا مش حاضر لقيلها كولد وكانت خبرة فجأتنا قدي قوية وقدي زعجتنا يمكن إذا عم نحكي عن الارتفاع وعم نحكي عن السرعة باللعبة فأنا ما بدي ما ألعب بهول الألعاب تتبعدوا عنهم ولا تحاول تحلها؟ لا أنا بقول في حال هو تعرض لهيدا الموضوع بالعكس تحاول تحلها بإنه ترجع هي إذا هو ما عنده بروبلان وتاني مرة بيرجع بيطلع باللعبة السريعة وكذا خلس ندركه على رياحته بذا هو كان عنده هالتردد وحسيناه أنه سار عم بيخاف شوي شوي نرجع نعرضه للأمور بطريقة تدريجية شوي شوي نستعمل لعبة مش كتير كتير سريعة بعدين أسرع شوي بعدين أسرع شوي يعني نحاول أنه ما نعمل اكسبوجر قوية يعني نعرضه بشكل قوي كتير مني فأزا هيدا الحال أنا بدألك يا ماري خدي رقمة تحت الهواء وحكيني بعد ما أنا بعد حرق بقلبك كان معروف عني أن أستاذي بحب كل الطلاب وأقو قريب منهم وأصحاب معهم ما ما بعرف أنت شو صاير معك بالتحديد شو خبرية؟ هكذا هي مشاهدة خلينا نحلها سواء أنا وإياكي عم تسأل كانت عن التبنى فينا نجاوبها جزائر؟ نعم أكيد يلا بس ما أنا أتصال معنا يلا بدأ جاوبك على السريعة لأنه هيدا موضوع كتير دقيق بكل الأحوال إذا ما عرفت تفاصيله ما فينا أعطيك جواب مضبوط يعني بس أول شي بقول أكيد مفروض نخبر الولاد تاني شي بقول أنه الولاد إجمالا صعب كتير نقدر نخبره قبل عمر السبع سنين أو ست سنين ونحنا مننصح ما نخبره قبل عمر السبع سنين أما كيف بدنا نخبر الولاد وبأي أجواء وبأي أتموسفير وبأي يعني نطا أكيد أنا ما بيرجعوا بك على التلفزيون هيك لأنه هيدا الشي بعود لقصة كل ولد ولقصة كل عائلة يعني ما فيه جملة هي زيتها من قولة للولاد بهيد الحالة هيدا موضوع كتير بده يندرس بتروت نعرف أكيد كيف بدنا ننقل الحقيقة للولاد وكيف بدنا نحضره لها الحقيقة كمان أوكي تانك يولاك ماري ريتا صباح الخير ألو بدي اسأل مدام مايا عندي صبي عمر سنتين وتسعة تشهر لهلأ ما بيقبل غير ينام حدي حتى الزوائي بالليل ملقانة كمانة كارثة يعني لازم يضل حاسس أنه أنا نايمة حدو نعم وكيف وبعد شهرين بدي ولد يعني شو أنسى الطريقة حدرو فيها للباباج دي هلأ أنت وقتها بيفوت ينام عشية أنت كمان بتكون حدو بالتخط اي ما بيقبل ينام لحاله أوكي من هون بنا نبلش يعني نحنا أول شي يعني ما عندي وقت اتطرق لمختلف جواني بالقصة لأنه فيه كمان اشياء أو نقاط مهم اتطرق لالها اللي هي علاقتك فيه يعني إذا كتير فيه تعلق أوه بيناتكم إذا هو كتير معلق فيك إذا ما بيرضى يروح على مكان بدون ما أنت تكون معه إذا بيبكي إذا تركناه عند التاتا أو عند حدا بيقربه أو إلى آخره يعني هاي دي أمور كمان مهم ينحكى فيها بس إذا بدأي حكي عن النوم بحد ذاته بدنا ببلش بقصة إنه بأول الليل لما بدو ينام بدو ينام وحده يعني هاي دي بتكون نقطة الانطلاق وقته بدأي زبط النوم وقته بدأي زبط نومة الولد وبدأي يكون عنده استقلالية إنه هو ينام وحده الاستقلالية بتبلش من السفر يعني من وقته ما هو بدو يفوت يقول جود نايت ويفوت ينام لوحده فأنا أول شي بقلك نصيحتي إنه تعاودي نايم لوحده ببداية المساء هاي شغلة كتير مهمة كيف تعاودي أفضل طريقة هي الانسحاب التدريجي جسديا يعني أنت جسديا أول كم يوم يعني مثلا تنقول أول أربع تيام بتكون موجودة على نفس التخط أو قاعدة أو مشلقح حده إلى أنه يغفى مثلا بعدين بدي جرب قد ما بقدر إنه أنا يغفى وحده يعني ما بدي ضل بالقوضة ويغفى أو حط كرسي واقعد أول شي حد التخط هلا فيني فيني بس بدلش إظهر من القوضة يعني هيدا الانسحاب التدريجي اللي كت عم قول عنه يعني أول شي بتكون الأم مثلا على التخط أوكي بعدين بتصير مثل ما عم بتقول بايعيد وهي طريقة كتير في مراجع حكيين عننا يعني بصير بايعيد 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 إذا فيه مثلا كان بايب وش التخط باقعد عليا إذا فيه كرسي حد الباب بقعد عليا بعدين بصير بالكوريدور بس أنا لحتى ساعده إنه ينام واحده بدي استعمل طريقة إنه اطلع على القوضة وفوت يعني مثلا إذا أنت قاعدة على كنابية بالقوضة أوكي قعدت قلت له شي حلو بستي إلى آخره قعدت ثلاثة أربع دقايق بديك تظهري بديك تظهري من القوضة تقول تفسرينه إنه أنه إلاح تنام واحدك صرت كبير مفاصرينه قبل يعني ومحضرينه أكيد مش بنفس الليلة منفسرنه ومنحضره بس نجرب إنه نحن نظهر لبرة ونصير نشوف شو رح يصير هلأ هو لحيبكي لحيعيط لك أنا بنصحك إنه تصيري كبداية تكوني برة تقريبا شيء ثلاثة دقايق ترجعي تفوتي تطلي تبعتي له بوسي يلا مامي بنوي إلى آخره يعرف إنه أنت موجودة بس تحس بالأمان إنه ماما موجودة ما تركتنا من الحقري تم البكي يعني منصير كنا نضل برة مثلا ثلاث دقايق منصير نزيدهم بالعكس نضل برة أكتر ونطل عشر ثواني هيدا الشي بيصير بشكل تدريجي حسب هو كيف بيكون عم يتعاون معنا بسيدة أحسن طريقة لحتى يقدير الولد ينام لوحده لأنه كتير غلط إنه بنوي وإظهر ويبكي لبكرة هاي الطريقة اللي بيستعملوها نعم ما سيري كرح فرشته هلأ ما رح تزبط جزافي ما رح تزبط إنه بده روء هو البكي بيحذيته بيرجع بوعيه كمان نعم وأنا بدي أعطيها هيدا الشعور بالأمان إنه الماما موجودة مش الحل إنه الماما تظهر نهائيا وما يعود يشوف الماما مش هيدا الحل أبدا هيدا لحيزد له الرعب ولحيزد له الخوف أك أوكي لكن تدريجيا هي الحل الأنسب أكيد كمان معنا أتصال ألو ألو يا هلا ألو بونجور بونجور في أحكي مع دكتورة مايا أكيد تفضلي بونجور دكتورة بونجور دينا تفضلي أنا عندي ابني هلا عن جديد صار معه سكري عمره 8 سنين نعم هلا ما عم بيقبل يروح للمدرسة شو بدي أعمل يعني شو الطريقة اللي بدي أتعامل فيها معه المدرسة كثير تقبل حدا بيعرف بالمدرسة ومن أصحابه ووضحة قدام أصحابه نعم ما سمعت عم يسألك جوزاف حدا بيعرف من أصحابه ووضحة قدام أصحابه ووضحة قدام أصحابه وفي نرسة بالمدرسة وكلهم متفهمين ويعني عم بيساعدوه هو شاطر كتير يعني بيطلع إذا ما بيطلع الأول بيطلع التاني أوكي هو شو بيقلك هو شو بيقلك هو شو بيقلك لين ما بده يروح هو بيقلي أنه أنا كتير معلق فيك هلا لأنه أنا مرضوط ما في استغني عنك ما في يضل كل نهار بالمدرسة بلاك أوكي هو يعني عم يبرم الموضوع عليك أنه هو بده يضل معي أيوة أو قليلهم خليك معي أنه خليهم يتضلي معي أنت بالنهار يعني ماما ما بيخلونا كيف بنا نضل بالنهار أنه بالمدرسة بيقلي أنا ما فيه أنه ضل طيب لكن هو بيخاف يعني يصير معه أي شي صحي لا 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 هني كتير يعني عم يبحثوه كل شوي ومعهن المكانة والحمد الله ماشي الحال ورجعنا عم ننزل يعني ما في شي صحي بالعكس بالباب عم بينطنت وكل شي وماشي الحال وإنت حسيت حالك أكيد بمكان معين من وقت ما صار هيدا الموضوع صرت عم بتبالغي باعتنائك فيه يعني صرت أكتر عم بتضل معه حتحت نظريك أكتر أكيد ما عم بتركوبها أبدا أكيد أي ما هيدا عزاد التعلق فيك كمان والكونتاكت فيزيك أو الاحتكاك الجسدي صار قوى بيناتكن يعني صار كل وقت بده يلمسيك بده يبوسيك بده ينام مع حزنك مظبوط 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 أول فترة حتى صرت نام معه يعني بيقدته بس هلا لا رجعنا كل واحد عم بينام بتاخته ماشي الحال يعني إنه رجع على حياته الطبيعية أه الحمد عليك حانه تغير علينا بس قصة على الإبر يعني الحماية لتعيط الأكل بس أكيد أكيد بس ليش ليش ليعرفوا الأصحاب بالمدرسة عن هيك حالي برأيك شي صحي؟ أه لأنه عم بتقول إنه المسؤولين بالمدرسة عم بيراقبوا الوضع يعني في هو تحت مراقبة طبية من قبل المسؤولين بالمدرسة مكلفتيهم بأمور أنت بيقوموا فيها بنهار لا لا بس هني إنه منخافهم عليه لأنه عرفت إنه بعد وببداية هالشغلها يعني إنه لا يضلوا ضقيقي إنه عم بيراقبوا هو أواتب ينزل بقولهم إنه أنا تعبان هلأ بديك تنسق مع طبيبك عم بيقولوني خلص الوقت كتحب جاوبك يعني أو بديك تنطريني للأربعة أو بديك تحكيني هلأ دغري تحت الهواء من بعد عشر دقائق تقدير جاوبك إذا بديك طب في أهو درق أميك أو في أهو درق أميك يلا بيعطوك إياه تحت الهواء طيب مرسيك تكرم معيني بيعطوك إياه تحت الهواء بس بدي مريق معلومة سريعة إنه في شي مش صحي عم بيصير نفسياً واجتماعياً إنه كتير عم نحطه ليبلد يعني كتير عم نلاله إتيكات إنه أنت مريض مريض وهيدا الشي عم بيصاهم إنه مش بس يعني مع الوقت حتى ممكن ما بقي يحب يروح يهدر بيردي أو ما بحب يروح عند التاتا أو ما بيروح صحيح يعني هيدا موضوع كتير بدنا ننتبه لأله خليني يجيوا بك تحت الهواء بيكونوا أكيد عم يعطوك رقمة وبعطيها جواب تحت الهواء والموضوع مش صعب يعني بدنا نحله للهيئة موضوع عاطفة يعني فيه تعلق عاطفة معها كتير قوي عم بيصير كمان تانكيو مايا أرسي جزيل لك المشاهدين بريك أصير بعدها بنعود للمتابعة مع زينا بأجندة ترجمة نانسي قنقر